على الأوضاع بالولاية طيلة الفترة الماضية والتي تعدت فيها الماليشي المتمردة على المواطنين وارتكبت كل الموبقات والانتهاكات وقال ما تم خلال هذه الفترة وحد الشعب السوداني واصطفى خلف قواته المسلحة كأننا كونا لجنة عليا التعب والاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية في ولاية القرطون وتم الآن فتح 123 معسكر والذين تخرجوا منها المعسكرات التي تم تخرية 11 معسكرات هناك ما يقارب 30 ألف مستنفر تم تخرية وبمهارات عالية فهم الآن انتظرون التعليمات لأن القرار قرار المقاومة الشعبية أن تكون تحت إمرة القوات المسلحة وأكد المتحدثون من التنسيقية بأن الشعب السوداني أصبح الآن أكثر تماسكا من أي وقت مضى ومقامت به الماليشيا المتمردة يهدف لطمس الهوية السودانية وتفكيخ الجيش الذي يقود ضدهم معركة الكرامة مؤكدين وقفتهم معها في خندق واحد حتى يتحقق النصر وقالوا بأن هذه الزيارة جاءت بهدف التهنية للقوات المسلحة على انتصاراتها وتقدمها في كافة الجبهات الفريق أول رقم ياسر العطى هي التنسيقية التي تهدف لإسناد الوطن وقوات المسلحة وقال القوات المسلحة حققت انتصارات كبيرة بدكة لحصول التمرد بإسناد مدنيين انضم للسفوف القوات المسلحة عبر المقاومة الشعبية بكل منظوماتها وتصنيفاتها السياسية والدينية والجهوية وكافة قطاعات المجتمع الفصائل الاتحاديين فصائل الجبهة السورية إدارات أهلية طور صوفية ضعص تحالف عدد من الغوة السياسية المدنية التي انحازت للوطن في مرحلة حرجة من تاريخه التي انحازت للمؤسسة العسكرية السودانية في مرحلة حرجة كان لزاما لزاما على الشعب أن يجد غواه السياسية المدنية أن تغف وعيا وسندا ودفعا وحمازا حتى يتم انتصار المؤسسة العسكرية لانتصار شعبنا العظيم شعبنا العريق لكم التحية لكم التغديم جميعكم ولكل أعضاء ومنسوب أحزابكم وتياراتكم وحركاتكم وكل التصنيفات حتى القوى السياسية المؤيدة للوطن الساندة للشعب السوداني وتواعد العطى بمقاتلة الجنجويد الذين يودون إنفاذ أجندته مرداتية التي تهدف للسيطرة على كل ما في الدولة وأكد التماسك الجيش السوداني وهو الآن في أفضل حالاته ويخوض أشرس وأنبل المعارك نعم النصر عزيز قواتكم المسلحة مؤسستكم العسكرية حققت انتصارات مهمة دمرت أرتال للعدو دمرت أو بدت تتآكل القوة الصلبة للتمرد اللعين ده كله نعم حدث حدث لكن يا أخوانا الأهم الأهم إنه هو الآن موشي الشعب هو يملتف حول المؤسسة العسكرية حقته أو جيشه لا الأهم يا أخوانا إنه الشعب الآن يغاتل وتتواصل الزيارات من قبل القطاعات الرسمية والشعبية لوليات الحرطوم بهدف التهاني والتبركات على الانتصارات التي حققت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والوقوف على الأوضاع بالولاية ولربع الروح المعنوية وقامت تنسيقية بزيارات لعدد من المواقع والارتكازات الوقوفي على حجم الدمار والخرابة الذي أحدثت الميليشيا المتمردة التلفزيون السودان عبدالعال سليمان عبدالرحمن حسن الخرطوم برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الرقن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن دشن سفير السودان بجمهورية مصر العربية السفير محمد عبدالله التوم بالقاهرة مبادرة الحقيبة الرمضانية لأسر شهداء ومصابي معركة الكرامة والأسر السودانية المتعففة بمصر وأوضح السفير محمد عبدالله التوم أن المبادرة تشمل الرموز السودانية الموجودة بمصر بمختلف تنوعاتهم وأعرب سيد السفير عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لرعايته الكريمة لهذه المبادرة متمنيا للنصر المؤذر للقوات المسلحة التقت وكيل وزارة العدل مولانا ويدا علي عوض الكريم وفد المحكمة الجنائية الدولية وأكدت تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهدف زيارة وأكدت حرس الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية مشيرة إلى الجهد الذي تبزله وزارة العدل في هذا الصدد من جانبه أشهد الوفد بتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية وتسهيل مهامها قدم السفير مجد أحمد مفضل منذ سودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ببيانا قدم بيانا السودان أمام اجتماعات الدورة 67 للجنة المخدرات المنعقدة حاليا ببيانا حيث استعرض التداعيات السلبية لمليشي الدقل على جهود الدولة في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية مشيرا إلى الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة المخدرات داعيا مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لمساعدة البلاد في بناء قدراتها الوطنية وإعادة تعمير ما خربه التمرد في مؤسسات الدولة ذات الصلة بقضايا المخدرات وأكد السيد السفير الحاجة الملحة لتعزيز التعاون على كافة المستويات لمجابهة مشكلة المخدرات العالمية داعيا إلى ضرورة زيادة المساعدات الفنية المقدمة للدول النعمية تشهد أحياء مدينة أمدرمان القديمة هدوءا كبيرا بعد تحريرها من دنة التمرد بفضل جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتسعى حكومة الولاية إلى إعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لعوضة المواطنين إلى مساكنهم نحن الآن في أمدرمان القديمة هذه الأحياء التي عاس فيها المتمردون فسادا كبيرا نلاحظ حجم الدمار الكبير الذي لحق بكل هذه المباني السكنية من أحياء أمدرمان المختلفة وادنوباوي القماير المسال المؤبروف وبيت المال وحي العرب وحي العمدة والملازمين وغيرها من الأحياء المهمة في مدينة أمدرمان ولعل هذا المكان لديه زكريات خاصة بكل من يعرفون أمدرمان هذه المدينة العريقة نلاحظ حجم الدمار الكبير وكذلك التأثير على المستوى الخدمات هنا نلاحظ بيت الأزهري تحديدا الذي تعرض للضربات الكبيرة من خلال المواجهات العسكرية نلاحظ الجنود هنا وهناك صراحة حجم الدمار كبير جدا جدا بفضل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى نستطيع القول أن كل هذه الأحياء نظيفة تماما من التمرد ولكن يبقى التحدي الكبير في عودة المواطنين من خلال عودة الخدمات المتعلقة بالكهرباء وكذلك المتعلقة بالمياه وغيرها من الخدمات المختلفة نهب للمحالة التجارية بشكل كبير جدا جدا وهذه المناطق التي نهبت وسرقات وليس هناك شيء تماما على مستوى نقول الحاجيات الخاصة بالمواطنين نلاحظ تناثر الأسرة وكذلك المراتب على الطريق العام من خلال الأحياء ومن خلال الشوارع الداخلية في أحياء مدينة أمدرمان المختلفة هذه الأحياء تعيش هدوء تام وتخلو تماما من التمرد عودة المواطنين تحتاج للعديد من الجوانب المختلفة المتعلقة بالمسح الأمن تحديدا وخلو هذه المناطق من المتفجرات وغيرها من الجوانب المختلفة وكذلك عودة الخدمات الخاصة بالكهرباء وكذلك المعاوكات الخاصة بمخلفات الحرب المختلفة مناشدة بأن تسرع السلطات في تهيئة هذه الأحياء وتهيئة هذه المنازل بشكل كبير حتى يعود المواطنون إلى هذه المنازل وتعود الحياة لهذه المدينة بشكل كبير هذه هي الجولة الخاصة بكاميرا تلفزيون السوداء من خلال الأحياء المتعلقة بأم درمان القديمة سوى كان الجماير والنوباوي والهجرة وبروف وبيت المال والقلعة والمسالم وحياة العرب وحياة العمدة وغيرها من الأحياء المختلفة إلى حياة الملازمين هذه المناطق المختلفة تحتاج للعديد من الخدمات حتى يعود لها المواطن وتعمر هذه الأحياء وتعمر أم درمان بشكل عام بمجهودات السلطات العسكرية أصبحت هذه الأحياء خالية من التمرد ليوقع التحدي الكبير في عودة الخدمات لها ومن ثم يعمرها أصحابها منتصر لأمين دفع الله تلفزيون السودان أم درمان عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان هنأ عدد من أهل ثقافة والإعلام القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بالانتصار الكبير بتحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من أيدي العملاء والخوانة من ماليشيا الدقل الإرهابية وعبر الإذاعي محمد الفاتح السموءل والإعلامي يوسف المغربي والشاعر الكبير عبدالله النجيب عبروا عن فرحتهم بالانتصارات المتواصلة للقوات المسلحة وتحرير الإذاعة والتلفزيون الحمد لله رب العالمين في هذا اليوم التاريخي وبغوة الأمير الكبير والجيش الباسل جيش الشعب وجيش السودان العظيم يحرر لنا ما من الإذاعة والتلفزيون والنيل أزرق والمصرح والفنوة الشعبية والمصنفات وغنات الخرطوم الحمد لله فده يوم تاريخي في تاريخ السودان العظيم والشعب السودان حقوان يفرح ويفرح ويفرح لأنه هذا عمل كبير جدا قواتنا المسلحة الباسلة وهي تحرر الممنى العظيم من زاكرة الأمة ونحن نستقبل خبر إعادة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى حياتها الطبيعية بعد أن دمرها العدو الغاسم وبعد أن نال منها ما نال نحن اليوم في شهر رمضان المعظم نحيي جماهير شعبنا ومستمعين ومشاهدين الكرام في كل مكان وهم يستفسرون عن عودة الحياة الطبيعية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والتي استعادت عافيتها اليوم وحقيقة يعني هذا الانتصار يضاف إلى انتصارات القوات المسلحة في عدد من المواقع المختلفة ضد الميليشيا الآن نقول أن الميليشيا انتهت الميليشيا الإرهابية انتهت تماما وفي السياق ذاته هنأ المدير التنفيذي لمحلية النهود قوات الشعب المسلحة والشعب السوداني بمناسبة تحرير الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من قبضة ميليشيا الدقل الإرهابية وقال موسى إن الإذاعة والتلفزيون لهما رمزية وطنية لدى الشعب السوداني كافة جاء ذلك لدى تفقده مباني الإرسال المحلي واستوديوهات الإرشاد الزراعي برفقة أعضاء لجنة أمن المحلية على خلفية المبادرة الإعلامية التي أطلقها مركز الزاجل للإنتاج الإعلامي والفني بالنهود هنأ المدير التنفيذي لمحلية نهود موسى علي إبراهيم قوات الشعب المسلحة والشعب السوداني بمناسبة تحرير مباني الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من قبضة ميليشيات الدعم السريع وقال موسى إن الإذاعة والتلفزيون لهما رمزية وطنية لدى الشعب السوداني كافة جاء ذلك لدى تفقده مباني الإرسال المحلي واستوديوهات الإرشاد الزراعي برفقة لجنة أمن المحلية على خلفية المبادرة التي أطلقها مركز الزاجل للإنتاج الإعلامي والفني بالنهود بعنوان إعلاميون متطوعون من أجل تعظيم الرسالة الإعلامية لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر الأمنية السالبة بمحلية النهود وبهذه المناسبة نحن أيضا في محلية النهود بصدد التأهيل والإذاعة التي كانت موجودة في المحلية وكذلك البس المحلي للتلفزيون إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله يرى النور من جانبه أوضح مدير مركز الزاجل للإنتاج الإعلامي والفني أن هذه المبادرة تهدف إلى إعلاء قيمة الوطن وتسكية روح المواطنة من خلال تقديم رسالة إعلامية قوية وفاعلة من أجل زيادة الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم الأمن والاستغرار والتعايش السلمي وانعكاسات ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بمحلية النهود قمنا بمبادرة من أجل تعظيم الرسالة الإعلامية لفرض هيبة الدولة واستغرار الأمن ومحاربة الزواهر السالبة هذه المبادرة تتمثل في زيادة الرقع الإعلامية من خلال تشغيل الإذاعة المحلية لمحلية النهود هذا وقد باركت لجنة أمن المحلية هذه المبادرة وأكدت دعمها حتى ترى نور أكد المدير التنفيذي لمحلية بحري المكلف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أكد اهتمام محليته بتقديم الخدمات لمواطني المحلية وتقديم المساعدات الإنسانية وأبان المدير التنفيذي أنه تم توزيع أسلة ثالثة بالإضافة للاستعداد لتوزيع سلة الرابعة هذا وقد هنأ المدير التنفيذي لمحلية بحري القوات الباسلة والمواطنين بالانتصارات الكبيرة لتحرير الإذاعة والتلفزيون من ماليشيا الذقل الإرهابية في طالة الترتبات الخاصة بشهر ممضان المعظم هناك توجيهات ويساس بخصوص توزيع سلة رمضان والمواد الإغاثة التي وصلت للولايات وتم تحديد الأسماء والآن يمكن لكل المشحقين مراجعة الوحدة نافذة الوحدة في مدرسة العجيز السنوية حتى تسنى لهم استلام سلة رمضان والمواد الخاصة بالإغاثة التي يفرح منظمة الغذاء العالمي ويمكن الرجوع حتى حديدنا نحن نتمنى أن نكون يجل كل مواطن حقه في هذه الإغاثة وسيكون كل ذلك عن طريقة الأسبقية في الاستحجاق ونحن سنوزعنا السلة الثالثة والآن في صدر السلة الرابعة والخامسة وتتوالي هذه السلال إن شاء الله أنا في الختام أشكر كل الجهات المختصة التي وفرت لنا هذه الأعانات شهد ممثل حكومة ولاية كسلة دكتور خضر رمضان مدير عام وزارة الإنتاج وممثل قائد الفرقة الحادية عشر مشاه العميد ركن أحمد داؤود شهد تخريج قوات العمل الخاصة وأكد ممثل حكومة ولاية كسلة أن تخريج هذه الدورة النوعية من الشباب المستنفرين يؤكد تطور برامج التدريب والتأهيل رفعا لقدرات المتطوعين وإسنادا للقوات المسلحة في معركة الكرامة هؤلاء الشباب توشحوا بهذه الملابس السوداء شعارا لهم وإرهابا لأعدائهم فهم الكابوس الأسود الذي يفتك ويرعب المليشيا الإرهابية المتمردة وهم الموت الزؤام الذي يحل بآل دقل ومن شايعهم ميل العملاء والخوانة قوات العمل الخاص إضافة نوعية وكمية تم إلحاقها بالقوات المسلحة في قطاع نهر عطبرة وحلف الجديدة رسالة للمتمردين الخوانة الذين خانوا الوطن أقول لهم هؤلاء هم الأشاوس الذين سيختلعونكم من الأرض قائد قوات العمل الخاص والعدائي بمحليتي حلف الجديدة ونهر عطبرة أشار إلى أن هذه القوات أسندت إليها أعمال ميدانية خاصة تؤديها وتنفزها أثناء المعارك والاشتباكات مع العدو التربية البدنية والجسمانية الغتال في المناطق المبنية وتقليص الرهائن أنواع القرانيت ورمية التفقيق الغتال المتلاحم والاشتباك بالأيدي وعمل الكمائن وهزمها الحروب الخاصة في المناطق المبنية التسلل والإغار على معسكرات العدو حراسة الشخصية المهمة وتأمينها قائد المنطقة العسكرية بنهر عطبرة وحلف الجديدة أكد أن دائرة المسؤولية في هذه المناطق تعد مؤمنة تماما بفضل المقاومة الشعبية التي تقف في خط واحد مع القوات المسلحة ممثل قائد الفرق الحادية عشرة مشاء عميد ركن أحمد داود أشاد بالتدريب النوعي الذي تلقاه أفراد القوات الخاصة والعمل العدائي وأكد أنهم خير معينين للقوات المسلحة في معركة الكرامة تخريج قوات العمل الخاص والعدائي يمثلون قمة الهرم في تأهيل وتدريب الشباب المستنفرين والمقاومة الشعبية فحسم معركة الكرامة بات قاب قوسين أو أدنى ومن نصر إلا صبر ساعة وقد لاحت بشائره في الآفاق أمر خاطر تلفزيون السودان محلية حلف الجديدة ولاية كسالة تعهدت اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة بإقليم أنيل الأزرق بالمواصلة في فتح معسكرات الكرامة وتجهيز الشباب والقادرين على حمل السلاح لحسم معركة الكرامة جاء ذلك لدى مخاطبة المستنفرين بقطاع الجنوب بمحافظة الدمازين من الاحتفال بتحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الله الوطن الغوات المسلحة صوت تسيد المشهد بقطاع جنوب الدمازين من خلال احتفال اللجنة العليا لدعم الغوات المسلحة والمقاومة الشعبية بإقليم النيل الأزرق بمناسبة تحرير الإذاعة والتلفزيون بمدينة أمدرمان أهني الشعب السوداني بهذا الانتصار الكبير المستحق وتحرير الإذاعة السودانية والتلفزيون السوداني تأتي هذه التهنئة لأن الإذاعة والتلفزيون هم ضمير الأمة وذاكرة الأمة إلى ذلك بعث رئيس الألنية العليا لدعم الغوات المسلحة بعدد من رسائل أهمها إنهاء التمرد بالبلاد الانتصار في الإذاعة والتلفزيون يعني الانتصار في مدرمان وتحرير مدرمان وتحرير بحري وتحرير الخرطوم وتحرير الجزيرة وزالنجي ونيالة وجنينة وكل بقع من بقع سودان فيما عبرت مجموعة نشطاء السلام بإغليم النيل الأزرق عن فرحتها بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بعودة الصوت هنا أم درمان تحرير إذاعة السودانية والحيئة القومية للإذاعة والتلفزيون هو تحرير لصوت الأمة السودانية صوت الأمة السودانية التي نعتقد بالأمس بفضل بواسل قوات شعبنا المسلحة والمستنفرين تحرير إذاعة بتأكد أن القوات المسلحة ستمضي من نصر إلى نصر بعد أن مارثت مهنية عالية شعب واحد جنش واحد شعب واحد جنش واحد المحافظة على الأمن والاستغرار بالبلاد يتطلب الوغوف خلف القوات المسلحة عصمتها تلفزيون السودان إغليم النيل الأزرق استقبلت قيادة الفرقة السابعة عشر مشاه بزنجة استقبلت نفرة العاملين بالخدمة المدنية بولاية سنعر لإسناد ودعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشي الدقل الإرهابية جيش واحد شعب واحد في نفرة جديدة أكدت تضامنها مع الجيش أعلن العاملون بالخدمة المدنية بولاية سنعر نفرتهم الكبرى لدعم وإسناد القوات المسلحة وأقدم ديوار الضرائب بالولاية مبلغ 800 مليون جنيه دعماً وإسناداً للقوات المسلحة كما تبرع العاملون بالمؤسسات المختلفة بمرتب يوم لمدة ثلاث أشهر دعماً وإسناداً للقوات المسلحة نعلن من هذا المنبر بأن العاملون من قدمة مدنية وكل مؤسسة الدولة في هذه الولاية دعمهم للقوات المسلحة براتب شهر لمدة ثلاث أشهر دعماً للقوات المسلحة وإسناداً لها وإحقاغاً للحق وصيارة للعرض والأرض وحيت القيادة العسكرية بالفرقة السابعة عشر مشاهد بسينجا تدافع المواطنين وتلاحمهم مع القوات المسلحة لدحر التمرد يا أخوانا والله إحنا ما قادرين نشكر لنا ما قادرين نشكر يعني الشيء نعمل هذا شيء كثير جديد إحنا ما قادرين ما قادرين نشكر الناس نقول لهم أنتوا والله عملتوا كثير ولا بتعملوا يشيل كثير ذلك لكن جزام رب العالمين ما جزام منه إحنا الناس طائل ما دائر النسخ يجل القوات المسلحة ويجل الشعب السوداني ويتأمن نقول للجنجاويد والله يتوبها الجنجاويد ما خلال دينها يتكون يطعي للطرق يطعي للطرق المرتزع المغتصبين مدمرين البلد دينها بإذن الله إن بدت الانتصالات في مدرمان في مدنة بكرة نسمع بالناس داخل مدني حكومة الولاية وعبر ممثليها أكدت دعمها وإسنادها للقوات المسلحة وأعلن تصفير كافة إمكانيات الولاية لدعم الجيش حقيقة نهدي هذا التماسق وهذا التلاحم في ولاية سنار نهديه إلى سيد الغايد العام وإلى قوات المسلحة غاطبة وإلى كل أفراد الشعب السوداني هذه هي ولاية سنار هذه هي ولاية التاريخ هذه هي ولاية المبادرات تحية لكم أولا وثانيا وثالثا مبادرة العاملون بالخدمة المدنية بولاية سنار لإسناد القوات المسلحة قابلتها القيادة العسلية بالولاية وهي أكثر حماسا لدحر التمرد الهدى اسماعيل تلفزيون السودان ولاية سنار مدينة سنجة قام الأمين العام لحكومة ولاية وسط دارفور المقلف بمهام الوالي بزيارة إلى معسكر الوسع للتدريب بمدينة كوستي والاطمئنان على سير تدريب مستنفري وسط دارفور بالفرقة الثامنة عشر مشاه وأتلقى الوالي المكلف تنويرا من قادة المعسكر على جاهزية القوى المتدربة بعد تلقيها مختلف الجرعات التدريبية وأساليب القتال المختلفة لخوض معركة الكرامة أكد والي ولاية نهر النيل دكتور محمد البدوي ناجد أكد أن ولايته خط أحمر وعصية على كل خائن جاء ذلك لدى مخاطبته كرنفال تخريج مستنفري ومستنفرعة من تقدم الجرعي بمحلية شندي ودع الوالي إلى أهمية استمرار تسيير القوافل للخرطوم حتى استقرار الأوضاع محيا المقاومة الشعبية المسلحة وقادة الاستنفار الذين قدموا الدعم والإسناد للقوات المسلحة فيما أشار وزير الشباب والرياضة بالولاية لؤي مصطفى محمد المشرف على معسكرات الكرامة بمحلية شندي أشار إلى تاريخ من تقدم الجرعي وقال إنها قدمت الشهداء والتضحيات في سبيل الزودي عن حمل وطن مشيدا بالحماس العالي للمستنفرين ونحن حضرنا تقريجة دربونا على حرب المدن ونفتكر بأنه الزول لما يكون مدرب جاهز بيأخدم وإنتوا براكم شفتوا الحاصل في مدرمان والناس ماشي حسي على الخرطوم وعليه بحري الناس شافت الحاصل تب كده قدام عينا نحن في ولايتنا دي أنا تاني برسل رسالة للمرجفين وللخونا وللمارقين وللمندسين وللماشيين مع الحيطة البيبار والحيط أبدا أبدا ديل ما عندهم مكان بيناتنا الناس الماشي مع الحيط ما عندهم مكان بيناتنا أنتم لبيتم نداء الغايد العام بأن أتيتم هنا للتدريب والجهاد وللاستشهاد ولبزل الدماء رخيصة في سبيل الوطن لكم التحية أبنائي رجالا ونساء وبناتنا بنات مهيرة الآن يغفا إلى جانبا إلى جنب مع الرجال يحملنا السلاح يدافعنا على الوطن الحمد لله رب العالمين الآن شندي من كبوشية شمالا وقدو جبل معلي حتى البسابير وحجر العسل كل هذه المنطقة هي الآن تحولت إلى معسكرات تدريب وتخريج والدعم ويسناد لقوات الشعب المسلحة هنأ قائد المقاومة الشعبية المسلحة بولاية القضارف الفريق شرطة خضر المبارك هنأ القوات المسلحة بالإنجاز الكبير الذي حققته باسترداد مقار الهيئة العامة للإذاعة وتلفزيون داعيا إلى تماسك الجبهة الداخلية حتى تحقيق النصر المؤذر سيرت المقاومة الشعبية المسلحة بولاية القضارف مسيرة دعم ومساندة لقوات المسلحة استبشارا وفرحة بتحرير مقار الهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون والتي أكد فيها جنودنا البواسل أن النصر الكبير آتين عما قريب بإذن الله لتكتمل الفرحة وتعمى ربوع الوطن الحبيب وكان الكاكل وبسلخ خونا كيف نصبح من الصالحين وكان المسجد المعمور سبح مهاجور من قل بمرقنا يوم الدين يومين نمرق خلاو الفقر تصبح مله للراكسات والراكسين ويفتح فار من المقرن ينصر يومين ننزلنا في السودان نعيش تايهين تياب أخواتنا تشرط نشوف الزل رأي العين يومين نمرق يجوكم الدعام تارزين يهدوا مدارس الأطفال ويهدم خلوة الزاكرين يدفنوا الشهد في التاريخ يدفنوا الشهد في التاريخ هذا الشهر أعذ الله جندنا ونصرنا في عمدرمان باستعادة الهيئة القومية الهيئة الله راق في قاومة الشعبية المسلحة اعتفال لقواتنا المسلحة المرأة كانت حاضرة ولبية للنداء تعد الزادة للمقاتلين وتحفظهم وهي من ورائهم رافعة لواء النصر من أجل حماية الوطن والجيش والجيش وطننا والجيش وغنرسنا والعوة أكبر والحماية لجيش والجيش وما بنخل لجيش الجيش حقنا والجيش من مدامة السودان من زمن التريال والجيش حارسنا والجيش حارو قائد المقاومة الشعبية المسلحة فريق روكن الخضر المبارك قال إننا سندافع عن حمل وطن بتأهيل المعسكرات وتدريب المستنفرين وإعداد العدة للقادرين على حمل السلاح دعما للقوات المسلحة ونقول للمرتزر من الجنجويد وغيرهم ومن عملاء الداخل ومن الذين هم الآن نعلم أيا كانوا مكانهم وأيا كان سخوصهم إننا لهم بالمرصاد وأن شعبنا بهذه المقاومة المسلحة قد وعد درس وارتفعت عنده الروح المعنوية توثما للدفاع عن هذه الأرض هكذا جاءت فرحة وفرحتين فرحة بشهر رمضان المعظم شهر الانتصارات وفرحة باستعادة مباني وهي العمل لدعوة تلفزيون ليكون النصر المؤذر حليفة السودانيين في كل مكان عاطف بشير تلفزيون السودان بلايك عرض أحداث اليوم تواصل معكم من تلفزيون السودان وقف الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة المكلف وقف على الترتيبات الأخيرة لحصاد محصول القمح بمحليتي المناقل والقراشي وأكد والي الجزيرة أهمية نجاح الموسم وأن ولاية الجزيرة تمثل خط الدفاع الأول للأمن الغذائي بالبلاد مشروع على الجزيرة قسم المناقل والجزيرة يتفقد محصول القمح والمراحل الأخيرة التي تأتي قبل الحصاد وهي مراحل الآن هي في اللحظات الأخيرة للحصاد قام والي نهرانيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد بجولة تفقدية للأسواق العمومية بكل من مدينتي عدبر والدامر حيث وقف الوالي والوفد المرافق له على عملية انسياب السلع والمواد الاستهلاكية والاستراتيجية في ظل الإقبار الكبير من قبل المواطنين على الأسواق لتلبية احتياجاتهم اليومية وجدد الوالي اهتمام حكومة الولاية بقضايا معاش الناس واتخاذ كل ما يمكن أن يساهم في تخفيف حدة الفقر ومعالجة قضايا المواطنين الاجتماعية التقى والي ولاية شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف ودعط الله التقى وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية برئاسة مهندس صالح علي صالح مدير الشركة للتفاكر حول خطة الشركة للعام 20-24 سيما أن الولاية من الولايات ذات النشاط التعديني كما تم التفاكر حول إمكانية استئناف التعدين لما بعض الحرب بالاستفادة من إمكانيات الولاية وما تزخر به من موارد معدنية مؤكدا أن الشركة على أتم الاستعداد لمرحلة ما بعض الحرب تفاكرنا في خطة التعدين للعام 20-24 سيما أن الولاية تعدينية فيها نشاطات لصناعة التعدين وفيها التعدين لسنو أهلي فلذلك سنو تفاكرنا مع السيد الوالي في إمكانية استئناف التعدين لسنو في المناطق الآمنة وإمكانية استئناف التعدين فيما بعض الحرب عنه سيد الوالي رحب بخطة الشركة السودانية للعام 20-24 ونبقى في ولاية شمال كردفان حيث أعلنت الأمانة العامة للحج والعمرة بالولاية أعلنت تكلفة حج هذا العام وبدء عمليات التقديم الإلكتروني لحج العام 1445 وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة النور أحمد أوضح تكلفة حجاج شمال كردفان عبر البحر التي بلغت 5.624.665 وعبر الطيران التي بلغت 6.584.955 وكشف مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية عن حصة الولاية من الحجيج التي بلغت 1392 حاج وحاجة يتم تفويجهم عبر 29 فوجة مشيرا إلى أن بداية التفويج ستكون في الخامس عشر منذ القاعدة مستعرضا إجراءات السداد الإلكتروني عبر بنك الخرطوم في الثامن من رمضان كما استعرضا الضوابط والشروط المنظمة لأعمال الحج بجانب الضوابط الإدارية يبدأ من السابع من شهر رمضان اللي هو يوم الأحد هذا التقديم الإلكتروني وحيستمر حتى يوم 22 رمضان وهو آخر يوم للتأشيرة والسداد برضو نفسي حيبدا من 8 رمضان اللي هو يوم الاثنين سيكون السداد الإلكتروني عبر بنك خرطوم أو تطبيق بنك تكلفة حجاج أولاي الشماء كردفان هذا العام وتم عرضها على أخواننا في اللجنة العليا ومن ثم ملكنا الأخواننا لإعلام الصحفين في هذا التنوير الصحفي ونظر الله سبحانه وتعالى يومون على هذه الولايات بالخير والبركات ويكتب لحجاج هذا العام التوفيق والسداد ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم ومن شمال كردفان إلى غربها حيث قام الأمين العام لحكومة الولاية استبر يوسف جبارة قام برفقة المدير العام لوزارة المالية وقوى العاملة بالولاية عبد الرحيم بقادي والمدير التنفيذي محلية الفولة إبراهيم بخي طه قاموا بزيارة ميدانية لبعض مصادر المياه داخل مدينة الفولة لبحث معالجة أزمة شح المياه حيث استمع الوفد لشرح مفصل من المدير العام لوزارة البناء التحتية والتنمية العمرانية بالولاية المكلف المهندس حمد حميدان حول أزمة شح المياه لكن أنا برأ كمواطن أنه يا أخي في المصادر الخارجية دي لازم يكون في حوط إضافي غير الحوط الداخلي بدمك لكيليك ليل عشان لأنه حسب الرأي الفني لبعض المهندسين أنه الترمبة لما تكون شغالة في المصادر الخارجية الأرض هناك عالية جدا فالترمبة ما بتستمر أكتر من شهر شهرين بتتعطل فينبغي أنه لازم يكون في حوط إضافي خارجي يغزي الحوط الداخلي لكيليك عشان الأزمة تتفك في الوقت الرائم نحن من جانبنا يعني وزعنا كل أي محطة من محطات المدينة أدناه بستانبايج لرث في حالة انقطاع تيار الكهربائي وأيضاً يمكننا الآن أن نسعين أنه ندخ الشبكة المياه من المصادر وأزننا كل العقبات التي احترضت تدخل المياه من الشبكة وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يتم حل الإشكال الحل في فترة موجيزة وغريبة إن شاء الله نحن زرنا المصادر المياه ووجهنا لمعالجة كل المشاكل التي تحدث في مصادر المياه وإحنا تمت المعالجات تمت شراء عدد من البوابير بوابير الكهرباء لتغذية لتغذية مصادر المياه الرئيسية وكذلك التزمنا بتوفير الوقود والزيوت وتأمين المصادر حتى يتمكن المواطن من من شراب مياه وتوفير المياه في كل المصادر الموجودة بهذا نقول أنه نحن لجنا المشكلة الموية في مدينة الفولة بتوفير البوابير والمولدات التي تم شراءها واستلام الدوانك الموجودة لمصادر المدينة تحت إشراف الحياة دشن والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبدالله بمحلية ربك دشن انطلاقة الحملة الكبرى لمكافحة نواقل الأمراض وأشهد الخليفة بجهود وزارة صحة الاتحادية والولائية في ترقية القطاع الصحيب الولاية وأكد الخليفة دعم حكومته للحملة القومية وتقديم كافة المعينات التي تسهم في ضغطية محليات الولاية التسعة من جانبه أكد الدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية أكد أن تدشن الحملة يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى مكافحة النواغل بغية تقليل معدلات الإصابة بالأمراض اليوم ندشن الحملة الكبرى لمكافحة النواغل وهي حملة قومية وتشترك فيها الولاية بالأتيام الموجودة إضافة إلى الأتيام الانتحادية ويمكن لواحدة من الثمرات والجهود وزارة الصحة الاتحادية اللي هي دائما تقوم بعمل كبير في الولايات ويمكن لأنه نحن في الفترة السابقة الناس عانت كثير جدا في كافة المواقع يعني المسألة بتاعة الملارية مسألة بتاعة الزباب وما إلى ذلك كلها هذه يعني عانت مننا الولايات في الفترة السابقة نحن نفتكر أنه هذه الحملة وين كانت محدودة في بعض المدن لكن نفتكر أنها هي يعني بداية طيبة إن شاء الله وزارة الصحة بالولايات تستكمل بقية العمل في المدن الأخرى حتى أنه يعني الاستفادة من هذه ويمكن الصحة الاتحادية دعمت هذا المشروع لإيمان الغاطة بأنه مكافحة النواقل بتقلل مع الدلات الإمراضية يمكن برضو نحن شاكرين لسيد الوال لحماية رعايته وإشرافه على مكافحة النواقل وبرامج الصحة من محاور المختلفة دشن دايوان زكاة بمحلية تضامن بولاية جنوب كردفان دشن برنامج شهر رمضان المعظم بكلفة كلية بلغت 66 مليون جنيه وأكد موضير زكاة بالمحلية الرشيد السيد أكد أن البرنامج يستهدف الأسر الفقيرة والمتعففة وطلاب الخلاوي بجانب دعم القوات المسلحة والمرابطين في ثقور وأشاد بدور مجلس التنسيق الزكوي بالمحلية ودافع الزكاة ودورهم في تخفيف حدة الفقر ومعاناة المواطنين من جانبه ثمن المدير التنفيذي لمحلية التضامن فيصل مأمون فرج الله ثمن دور ديوان المواطنين في ظل الظروف الصعبة وتدعيات الحرب التي تشنها ماليشيا الدجلو الإرهابية أنا سأل الله سبحانه وتعالى أنه نتغبل منهم أداءهم لهذا القرد وبرضه بنشر الأشهزة الأمنية بتاعتنا اللي هي مساهرة معانا واللي هي متواجدة معانا وبإمكاناتها البسيطة دي إنه قدروا نجيبوا معنا فلذكاوا مع غيرهم على كل الحصير الموجودة في المحل لأنه يحملين الشيء بسيط دشانت الشركة السودانية للهاتف سياء زين مشروع دعم إفتارات النازحين في عدد تسع ولايات والذي يستهدف ثلاثين ألف مستفيد وذلك بالتعاون مع مجموعة من المنظمات والمبادرات الطوعية التي تنشط في دعم النازحين ويشمل المشروع ولايات البحر الأحمر كسلة القضارف الجزيرة سنار النيل الأزرق الشمالية نهر النيل والخرطوم ويهدف المشروع إلى إحياء روح التكافل والتراحم وإسناد النازحين بمراكز الإيواء وقال المهندس ساهي شام مصطفى علام الرئيس التنفيذي للشركة قال إن المشروع يأتي ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التقليل من أثار الحرب على الأسر السودانية اتساقا مع القيم المؤسسية للشركة مضيفا أن المشروع هو امتداد لسجل وافر من المبادرات والمساهمات تفاعلا مع قضايا المجتمع السوداني نهاية ومساكس عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة أندرمان واستمرار حملات المقاومة الشعبية المسلحة بولايات البلاد كافة بهذا مشاهدين تكامل واكتمل عرض أحدث اليوم لهذه الليلة خالص حياتي وفريق العمل ونسأل الله أن ينعم على بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار والنصر للقوات المسلحة يبقى في أمال الله